اليوم وزارة الخارجية السودانية توجه خطابها للبعثات الدبلوماسية وتؤكد أن الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا تتطلع للمساعدات من الدول الصديقة من أجل دعم السلام في السودان فحكومة تصريف الأعمال الحالية تركز على العمل على تهيئة الظروف للذهاب إلى الانتخابات وتركز على مسألة الاقتصاد فبعد عزل النظام عمر البشير نجحت الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك بالحصول على دعم خارجي للبلاد المثقلة بالديون حيث وضع حمدوك خارط الطريق اقتصادية تتصدر أولوياتها شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتخلص من عب الديون حينها أعلنت واشنطن في أغسطس 2021 عن دعما ماليا طارئا للسودان وقيمته 700 مليون دولار للسلطات الانتقالية لمواجهة التحديات ولكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن تعليق برنامج الدعم أعقاب إجراءات البرهام في 25 أكتوبر على السلطة المدنية وكذلك توقف برنامج لتخفيف ديون السودان الخارجية التي بلغت 59 مليار دولار قبل عزل عمر البشير كما أوقفت مؤسسات تمويل دولية خططها لدعم الاقتصاد السوداني ومنها البنك الدولي ناهيك عن تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية أيضا وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة عبدالله حمدوك كان قد أكد خسارة السودان بسبب أحداث 25 أكتوبر الماضي استثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها اليوم المجلس السيادي بمكوناته يريدون احتواء هذه الأزمة سواء الاقتصادية أو السياسية خصوصا وأن احصاءات البنك المركزي تؤكد أن الاقتصاد السوداني حقق في النصف الأول من 2021 تقدما كبيرا وانخفاضا في العجز بالميزان التجاري فيما لم يعلن عن أرقام النصف الثاني من العام الماضي إذن هذه الحكومة تواجه احتجاجات في الشارع وصراعا سياسيا واقتصاديا فهل تلاقي رضا الدول الحليفة والصديقة وتتلقى الدعم الذي تناشده؟ هذا السؤال وغيره ربا يبقى حاضرا في الفترة المقبلة شكرا لك ميز أشكرك